بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي وطالباتي أهلا وسهلا بكم اليوم بإذن الله سوف يكون لدينا حل تقويم الفصل الثالث من منهجنا أحياء اثنين ثلاثة في سؤالنا الأول الذي يظهر معنا في مراجعة المفردات بالتحديد يذكر أختر وأختري المصطلح المناسب من صفحة دليل مراجعة الفصل لكل مما يأتي واحد الفترة التي لا تنقسم فيها الخلية مثل ما تعلمنا سويا هي مرحلة الطور البيني في الفقرة الثانية عملية الانكسام النووي نستطيع أن نعبر عنها بأنه الانكسام المتساوي وفي الفقرة الثالثة تسلسل الأحداث في حياة خلية حقيقية النوى نستطيع أن نذكر ونعبر بأنها دورة الخلية في تثبيت المفاهيم الرئيسة أي مما يأتي ليس سببا لبقاء الخلية صغيرة الحجم كل ما يظهر هنا هو سبب ببقاء الخلية صغيرة الحجم من بين كل هذه الخيارات يظهر معنى الخيار سي كلما نمت الخلية ازدادت نسبة مساحة السطح إلى الحجم استخدام الخلية الافتراضية الآتية أو استخدم الخلية الافتراضية الآتية في الإجابة عن السؤال 5 ما نسبة مساحة السطح إلى الحجم هنا يظهر لنا طول هذا الغشاء اثنين ومثل ما تعلمنا نحن نقوم بحسبة في البداية نحسب حجم هذه الخلية من خلال هذا الجسم الذي يظهر معنا على شكل مكعب الطول في العرض ثم نضرب في ستة أوجه لأن هذا المكعب له ستة أوجه وعندما نحسب ما نسميه بحجم هذا المكعب نستطيع أن نحسب الطول في العرض في الارتفاع ولا الناتج النهاي عندما نقسم مساحة على هذا الحجم يكون لدينا نسبة ثلاثة إلى واحد في السؤال السادس بناء على نسبة مساحة السطح إلى الحجم ماذا تمثل مساحة السطح في الخلية؟ نقصد بها الغشاء البلازمي الذي يحيط بهذه الخلية من الخارج في السؤال السابع أي مما يأتي يصف نشاطات الخلية التي تضم النمو الخلوي وانقسام الخلية ودورة الخلية؟ في السؤال الثامن ماذا يحدث لنسبة مساحة سطح الخلية؟ كلما زاد حجم الخلية تزداد تبقى كما هي تقل تصل إلى حدها الأقصى بالعكس هذه المساحة سوف تقل في الأسئلة البنائية في السؤال التاسع إجابة قصيرة لماذا يعد التواصل الخلوي من العوامل التي تحدد حجم الخلية؟ في أثناء زيادة نمو الخلية يصبح من الصعب على النواة بناء البروتينات بسرعة تكفي للتحكم بالخلية ونقل الجزئات 100 من حولها في السؤال العاشر إجابة قصيرة لخص ولخص العلاقة بين مساحة السطح والحجم كلما نمت الخلية في أثناء نمو الخلية تقل نسبة مساحة السطح إلى الحجم في السؤال الحادي عشر إجابة قصيرة ما أنواع الأنشطة التي تحدث في الخلية في أثناء الطور البيني؟ تقوم بأداء وظائفها الطبيعية تتضاعف المادة الوراثية هذا الديني كما تقوم الخلية أيضا ببناء البروتينات بفاعلية وتتهيأ للانقسام في التفكير الناقض السؤال الثاني عشر أنقد وأنقدي هذه الجملة يعد الطور البيني فترة راحة للخلية قبل أن تبدأ الانقسام المتساوي في أثناء الطور البيني لا ترتاح الخلية وإنما تتضاعف مادة الوراثية فما تنتج البروتينات وتقوم بالوظائف الطبيعية فعلنا أبرزنا ذلك في السؤال العاشر بتفصيل لهذه الأدوار التي تظهر خلال الطور البيني في السؤال الثالث عشر وضح ووضح العلاقة بين الديني والكروموسوم والكروماتين يتألف الكروموسوم من الديني أما الكروماتين فهو كروموسوم في حالة ارتخاء في مراجعة المفردات أكمل الخريطة المفاهمية الآتية باستخدام مفردات من صفحة دليل مراجعة الفصل هنا هذه الخريطة المفاهمية هي مختصة بدورة الخلية يظهر معنا في الجزء الأول بين دورة الخلية عبارة عن ثلاثة أطوار الطور البيني والانقسام المتساوي بالإضافة إلى انكسام السيتوبلازم أيضا هو يتساءل هنا بأن الانقسام المتساوي عبارة عن أربع مراحل في المرحلة الأولى يظهر معنا هنا الطور النهائي كذلك الطور الانفصالي والطور الاستوائي أيضا الطور التمهيدي وعندما نذكرها بالترتيب الطور التمهيدي ثم الاستوائي ثم الانفصالي ثم الطور النهائي في تثبيت المفاهيم الرئيسة في السؤال التاسع عشر ما عدد الخلايا الناتجة إذا بدأنا بخلية واحدة أو خلية واحدة مرت بست انقسامات إذن خلية واحدة سوف تنقسم ست انقسامات هذه الخلية تنقسم تصبح خليتين ثم تتحول إلى أربع خلايا في الانقسام الثاني إلى ثمان خلايا في الانقسام الثالث 16 خلية في الانقسام الرابع 32 خلية في الانقسام الخامس وتصل الخلية إلى 64 خلية خلال الانقسام السادس ومثل ما يظهر معنا هنا بعد ستة انقسامات ستصل هذه الخلايا أو عدد الخلايا إلى 64 خلية يبين الرسم البياني الآتي خلية تمر بدورتها الخاصة استخدم الرسم البياني الإجابة عن السؤالين 20 و 21 إذن هذا الرسم البياني يعبر عن خلية تنمو تنقسم يمثل جميع أطوار هذه الدورة يتساءل هنا ما المرحلة التي حدثت في المنطقة أي عندما نتتبع هذا الرسم نلاحظ هذه الصورة بالتأكيد هنا حدثت المرحلة المتعلقة بمرحلة S حدث هناك تضاعف لهذا الـ DNA وكان هناك زيادة في هذه الخلية في سؤال 21 مستخدمين نفس الرسم البياني ما العملية التي حدثت في المنطقة بها هل هي الطورة البيانية الانقسام المتساوي انقسام السيتوبلازم أم الأيض مثل ما نعلم نلاحظ أنه في هذا الجدول يظهر معنا أنه في نهاية دورة الخلية عندما بدأت هذه الخلية تنقسم هذه المرحلة تعبر عن انقسام السيتوبلازم في سؤال 22 يتداخل دواء السرطان في مبلاستين مع عملية بناء النيبيبات الدقيقة في عملية الانقسام المتساوي لذلك فهو يعيق تكوين الخيوط المغزلية تضاعف الديني بناء الكربوهايدرات أم اختفاء الغلاف النووي مثل ما تعلمنا تكوين الخيوط المغزلية وإذن نتذكر في أحياء واحد ونحن نتكلم عن الأسفنجيات التي تعيش في المياه العميقة تم استخراج مادة ديسكو دير مولايد هذه المادة التي تعمل في علاج السرطان هذه المادة التي تعمل على تفتيت هذه النيبيبات الدقيقة ليعاد ترتيبها ليعاد تنظيمها داخل الخلية في الأسئلة البنائية السؤال 23 إجابة قصيرة في أثناء دورة الخلية متى يحتوي الكروموسوم على كروماتيدات شقيقة متطابقة في أثناء مرحلة الجيتو من الطور البيني والتمهيدي والاستوائي كل هذه المراحل تملك كروموسومات متضاعفة تحتوي أو تملك هذه الكروماتيدات الشقيقة المتطابقة في سؤال 24 إجابة قصيرة تمثل الصورة أدناه مقطعاً من قمة جذر البصل حدد الخلية التي تمر بالأطوار الآتية الطور البيني الطور الاستوائي الطور الانفصالي والطور النهائي في الصف السفلي من الخلايا بدء الثاني في الطور البيني والخلية الثالثة في الطور التمهيدي والخلية الرابعة في الطور الانفصالي والخلية الخامسة تظهر في الطور النهائي والخلية الأولى من الصف الثاني من أسفل فهي في الطور الاستوائي إذن هذه الخلايا هو يتساءل عن الخلايا التي امتلكت هذه الأطوار عندما نستبع هذا الرسم نشاهد أن المجموعة هذه كل واحدة من هذه الخلايا كانت تتواجد في أحد أطوار الخلية في سؤال 25 إجابة قصيرة صفة الأحداث التي تحدث في الطور النهائي تصل الكروموسومات إلى أقطاب الخلية ويعود الغلاف النووي إلى الظهور وتظهر النوية وتفقد الكروموسومات كثافتها ومثل ما ذكرنا دائماً الطور النهائي يكون بشكل معاكس لما يحدث في الطور التمهيدي في التفكير الناقض سؤال 26 قوم وقومي بينما كنت تنظر بالمجهر المركب شاهد تكون الصفيحة الخلوية ما نوع هذه الخلية بالتأكيد هي خلية نباتية لأن الخلايا النباتية كانت جدرها صلبة لذلك لا تحدث عملية التخصر لينقسم السيتو بلازم ولكن تظهر هذه الصفيحة الخلوية في مراجعة المفردات استبدل واستبدل الكلمة التي تحتها خط بكلمة أخرى من دليل مراجعة الفصل لتصبح الجملة الصحيحة في سؤال 28 يذكر تمر الخلايا الجذعية يضع تحتها خط بنمو وانكسام غير منظم وغير مكيد بسبب حدود تغير في جناتها والصحيح أن هذا التعبير يعبل عن الخلايا السرطانية في سؤال 29 السرطان خلية تستجيب لثالف الديني الذي ينتج عن موت الخلية والصحيح هو الموت المبرمج في سؤال 30 البروتينات الحلقية موات تسبب السرطان الصحيحة المسرطينات هي من تسبب السرطان في سؤال 31 ما دور البروتينات الحلقية في الخلية تنظم حركة الانيبابات دقيقة تعطي إشارة بدء انكسام الخلية تحفز تحل الغلاف النووي تسبب اختفاء النوية تعطي إشارة لبدء انكسام الخلية ما المواد التي تشكل مجموعة الانزيم البروتينات الحلقية وانزيم الموفيسفر أو ما نسميه بالسي دي كي والتي تتحكم في مراحل دورة الخلية هي البروتينات والانزيمات في سؤال 33 أي مما يأتي من خصائص الخلايا السرطانية بأنها تحوي تغيرات عديدة في المادة الوراثية في سؤال 34 العملية التي ينتج عنها تساقط أوراق الأشجار في فصل الخريف اسميها عملية موت الخلية المبرمجة في سؤال 35 لماذا تواجه أبحاث الخلايا الجذعية بعض العراقيل أثناء دراستها بسبب الاعتبارات الأخلاقية في الحصول على هذه الخلايا الجذعية وتحديد مصادرها في الأسئلة البنائية باستخدام هذا الشكل في سؤال 36 إجابة قصيرة وضح ووضحي العلاقة بين الخلايا السرطانية ودورة الخلية كلاهما تنقسم فيها الخلية والخلايا السرطانية تنقسم بشكل عشوائي غير منظم لأنها تقضي وقتا أقل في هذا الطور البيني في سؤال 37 إجابة قصيرة ميز وميزي بين عملية الانقسام المتساوي وعملية موت الخلية المبرمج ينتج عن انقسام المتساوي خلايا جديدة على العكس على النقيض في حين يؤدي الموت المبرمج إلى موت الخلية في التفكير الناقض سؤال 38 صف وصفي كيف يمكن استخدام الخلايا الجذعية في مساعدة المرضى الذين يعانون من تلف الحبل الشوكي قد تساعد على إعادة نمو الأعصاب في الحبل الشوكي تمكن الأشخاص الذين يعانون من الشلل من المشي مرة أخرى في سؤال 39 توقع وتوقع لماذا قد تتعرض صحة المخلوق الحي للخطر إذا تكررت عملية موت الخلية المبرمج كثيرا أو قلت كثيرا إذا قل حدوث عملية الموت المبرمج للخلايا فهذا يزيد من معدل الإصابة بالسرطان أما زيادة حدوثها بشكل متكرر فقد يسبب موت الخلايا الطبيعية ويؤثر في وظائف المخلوق الحي في سؤال 44 من خلال معرفتك بالسرطان ودورة الخلية وضح ووضحي لماذا تزيد حالات الإصابة بالسرطان مع التقدم في العمر ولعل هذا السؤال كان مرتبط بالرسمة البيانية نذكر أو نحن تعلمنا سويا بأن السرطانات تحتاج لحدوث أكثر من خطأ أو هي عبارة عن أخطأ ولكن لكي يحدث هذا السرطان لابد أن يكون هناك أكثر من خطأ في نقل المادة الوراثية لذلك الإنسان حتى تكون الإصابة أكبر مع التقدم في العمر لأنه كلما تقدمنا بالعمر كان هناك انكسامات للخلايا أكثر هناك فرصة لحدوث أخطاء أكثر لذلك من الممكن أن يظهر السرطان فظهور الخلايا السرطانية يحتاج لوجود أكثر من خطأ والتقدم بالعمر يزيد من نسبة تكرار الأخطأ قارن وقارني بين أعمار الرجال والنساء الذين تم تشخيصهم بالإصابة بالسرطان هنا نلاحظ ذكر بالخطوط المفرقة هنا وفي الخط الأسفل هذا الخط الأحمر الخط المتقطع يمثل الرجل والخط الآخر يمثل الأنثة عندما نتتبع مراحل الأعمار نشاهد أنه في الرجال يكون نسبة الإصابة في الرجال أكبر منه داخل النساء وعلى مستوى الأعمار نستطيع أن نحدد من الممكن أن يحدث في سن مبكر لدى الرجال عكس النساء استعمل واستعملي الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين واحد واثنين أي مراحل الانقسام المتساوي تظهر في الشكل؟ مثل ما يظهر معنا هنا انفصال هذه الكروموسومات الشقيقة أو الكروماتيدات الشقيقة ويتعبر عن الطور الانفصالي مستخدمين نفس الشكل المتركيب الذي يشير إليه السهم مثل ما تعرفنا على الجهاز المغزلي هذا جزء من الجهاز المغزلي وتمثل الخيوط المغزلية في السؤال الثالث أي العمليات الآتية تقسم نواة الخلية والمادة النووي هل هي دورة الخلية الطورة البيني انقسام السيتوب لازم أم الانقسام المتساوي والانقسام المتساوي أي مما يأتي يعد أكثر الأسباب احتمال لسرطان الرئة ونحن نتتبع هذه الأجزاء التعرض لجرئات هذه المادة هذه المادة التي تستخدم فيها المباني هي التي تزيد بالنسبة التعرض لسرطان الرئة بالنسبة للخيرات التي تظهر أمامنا هنا على الشاشة في السؤال الخامس أي مما يأتي قد يحفز الانقسام المتساوي مثل ما تعلمنا تراكم هذا السايكلين هذا البروتين عندما يرتبط مع الإنزيم يبدأ يعطي إشارة تحفيز هذه الانقسامات في السؤال السادس ما الذي يتأثر عندما يكون للخلية مساحة سطح صغيرة بالنسبة لحجمها قابلية الأكسجين عن انتشار داخل الخلية كمية الطاقة تنتجها الخلية انتشار البروتينات خلال الخلايا معدل بناء البروتينات في الخلية بمثل ما تعلمنا انتشار البروتينات خلال الخلايا السؤال السابع أي مما يأتي يصف عملية انقسام السيتو بلازم تتخصر الخلية استخدم واستخدم الشكل الآتي في الماضي كان في الطور البيني أو كان الطور البيني يسمى طور الراحة في دورة الخلية وضح سبب عدم دقة هذه التسمية اليوم أنت وأنت بعدما تعرفته على مراحل الانقسام المتساوي ومن ضمنها الطور البيني ما الذي ظهر في هذا الطور البيني هل كان الطور البيني بالفعل فترة راحة لهذه الخلية الصحيح أن الطور البيني أو في أثناء الطور البيني تنمو الخلية وتكون بوظائفها الخلوية تتضاعف مادتها الوراثية تتهيأ لحدوث الانقسام المتساوي وهذه تشير إلى أن الطور البيني ليس فترة راحة بهذه الخلايا مستخدمين نفس الشكل وضع عمل الخلية عند نقطة الفحص التي تمثلها الإشارة الضوئية في الشكل عندما تعلمنا هناك نقاط تتبع نقاط فحص طهر معنا أكثر من نقطة تتبع هنا يشير في نهاية مرحلة الجيتو كان لهذه نقطة الفحص دور في التحقق من كون الخلية وجميع المهمات الضرورية تمت بشكل سليم قبل الانقسام المتساوي وأن الخلية مستعدة للانقسام وعبرنا عنها خلال الدرس بأن تأتي هذه النقطة بعد تضاعف الديني استخدم الشكل في المقارنة بين المعدلات النسبية عند حدوث الانقسام المتساوي وانقسام السيتوبلازم الانقسام المتساوي يتطلب خطوات عدة ويستغرق وقتا أطول من انقسام السيتوبلازم الذي يعتبر أكثر مرحلة في دورة الخلية إذن نحن هنا نتابع هذه الصورة نشاهد الانقسام المتساوي أو الانقسام المتساوي بالتحديد يحدث له ويحتاج فترات أطول من انقسام السيتوبلازم فمثل ما تعلمنا بأن الانقسام المتساوي لديه أكثر من خطوة أكثر من مرحلة فبالتأكيد يحتاج وقت أطول من انقسام السيتوبلازم في السؤال الحادي عشر استنتج واستنتجي كيف تستدل على تغير نسبة مساحة السطح إلى الحجم كلما نمت الخلية أكثر يزداد حجم الخلية أسرع من مساحة السطح كلما أصبحت الخلية أكبر وهذا يؤدي إلى انخفاض في نسبة مساحة السطح إلى الحجم كلما أصبحت الخلية أكبر في السؤال الثاني عشر صف وصفي كيف تتغير الكروموسومات في أثناء المرحلة من دورة الخلية تتضاعف الكروموسومات وتصبح عبارة عن كروماتيدات ثنائية مرتبطة بالسنترومير وينتج عن ذلك تضاعف ونسخ للمادة الوراثية الديني في الخلية استعداداً للانقسام في السؤال الثالث عشر فسر وفسري كيف ينتج الورن السلطاني عن اختلال دورة الخلية؟ لا تعمل نقاط الفحص والمتابعة بشكل صحيح فينتج خلل في أحد أطوار الخلية مما يؤدي لنقل المادة الوراثية بشكل غير صحيح في السؤال الرابع عشر وضح ووضحي كيف يمكن أن تسبب العوامل البيئية الإصابة بمرض السلطان؟ التعرض للأشعة يؤدي لحدوث طفرات مادة الأسبست المستخدمة في المباني استنشاقة يؤثر على الجهاز التنفسي كل هذه عوامل البيئية ممكن أن تؤدي لإصابة بالسلطان استخدم وستخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤالين خمسة عشر وستعشر في سؤال خمسة عشر حلل وحلل الشكل وصف أهمية الخيوط المغزلية للكروماتيدات في أثناء الطور التمهيدي ترتبط الخيوط المغزلية بالكروماتيدات وتسحبها إلى الأقطاب المتقابلة وأن تتمكن الكروماتيدات دون الخيوط المغزلية من الوصول إلى الأقطاب بصورة صحيحة في سؤال 16 صف وصفي وظيفة السنترومير وتوقع ما قد يحدث إذا لم تحوي الخلايا سنتروميرات السنترومير هو موقع اتصال الكروماتيدات الشقيقة وقد تسحب الكروماتيدات في عدم وجود السنترومير بشكل غير متساوي مما قد يؤدي إلى انقسام المادة ويراثية بشكل غير متساوي فينتج خلايا جديدة لا تؤدي وظائفها في سؤال 17 قوم وقومي ما الذي قد يحدث إذا لم تكن عملية الانقسام المتساوي دقيقة جدا قد يحدث خلل في توزيع الكروموسومات بين الخلايا المنقسمة وتتذكرون نحن نتكلم عن البراميسيوم كان هذا البراميسيوم ينقسم بالانشطار الثنائي لماذا هذا البراميسيوم يلجأ لأتكاثر الجنسي عندما يكون هناك خلل في النواة عجز في هذه النواة في توزيع هذه الكروموسومات تضطر أو يضطر هذا البراميسيوم لعملية الاكتران مع براميسيوم من خارج البيئة ليحاول تصحيح هذا الخلل في المادة الوراثية بهذا السؤال نكون قد وصلنا إلى ختام حل تقويم الفصل الثالث رجائي لكم بالتوفيق